السلام عليكم اللي انت شفته من شوية ده انترو بسيط جدا للقناة بتحتي تقدر تعمل واحد زيه بسهولة لقناتك هتروح الاول لمكتبة اليوتيوب يوتيوب ستوديو هتختار هنا ازر فيتشارز اوديو لايبيري وتبدأ تحمل مقطع موسيقي عاجبك عشان تبدأ تشغله معاك في الانترو من غير لما تاخد مخالفة حقوق طبع ونشر بعد ما حملته هتاخده تجيبه هنا في القناة بتاعتك وبعد كده تسحبه على تحت بسهولة وتعمل وتجيب اللوجو بتاع القناة بتاعتك وتدور على اللوجو بتاعك وتعمل بحيس يظهر معاك هنا تسحب اللوجو بتاعك في اللوجو بتاعي هنا طبعا زي ما انت شايف هو واخد اللون واخد كلوته لون كحلي كده فطبعا ماينفعش الخلفات بسودة لازم اغير الخلفية بتاعتي لازم اغير الخلفية دي طب اغير الخلفية ازاي هتوقف عليها كده وتعمل click يمين وتعمل editing dimension وتختار تخليه باللون مسلا الابيض طبعا كل واحد حر بقى يعمل باللون اللي هو عاوزه فيش اي مشكلة يا انا اخترت الابيض لانه هو انسب حاجة عشان اللوجو بتاع القناة بتاعتي دي اول خطو تقدر تعملها بسهولة طبعا انت بتاخد المقطع الفيديو اللي انت هتنزله من على من على اليوتيوب هتبص تلاقيه كبير يعني ممكن هتلاقيه معك عشرين ثانية بتبدأ تقصه بتضغط عليه هنا بتعمل وبعد كده تمسح الجزء الزيادة المهم عندك يبقى المقطع بتاعك من ست لسبح سوائن الانطور الكويس اللي ما تبشي ملل بيبقى دايما في رنج من ست لسبح سوائن طيب طبعا الصورة بتاحت كده بفروض بتظهر معايا من الاول الاخر ده كده اللوجو بتاعي زي ما احنا شايفين بروح على هتلاقي هنا بيكبر اللوجو ويصغر اللوجو فانا هنا الفكرة بتاعتي اللي انا اخلي اللوجو صغير كده وبعد كده يبدأ اللوجو يوصل معايا للحجم الكبير بتاعه طيب اعمل الكلام ده ازاي دي البداية اللي انا شاكله كده بضغط اد انيميشن وبعد كده ببدأ ازود الاسكيل لحد ما اوصله له حاجة اللي انا اعاوز تمام كده خلاص اروح رايح هنا وزابط الفترة اللي هيحصل فيها الكلام ده فانا لو شغلت دلوقتي طبعا ده مقطع الموسيقى وفي اخر الفيديو انا عاوز الشعار بتاعي طبعا الناس اللي سمعت الناس اللي اتفرجت على الفيديو بتاع كامتازي استوديو فاهمين انا باعمليه كويس وهتلاقي اللينك بتاع الفيديو اللي شرحنا فيه كامتازي استوديو موجود تحت الفيديو تقدر تتابعه طبعا برنامج سهل جدا مش محتاج منك حاجة خالص تقدر تتعلمه في وقته قصير جدا يعني تضغط وتختار الكتابة طبعا الكتابة انا مش عاوزها طبعا من الاول الاخر لا انا عاوزها بس تظهر في اخر وقت خالص زي ما انت شايف كده والناس برضو اللي تابعت معانا الفيديو فيه فيد ان وفيه فيد اوت فيد اوت ديت طبعا المدة اللي بياخد فيها اللي بيختفي فيها الكلام بتاعي وتبقى عبارة عن حاجة خفيفة كده كلمة ايه اللي انا عاوزها بقى learn and earn for three دي الكلمة بتاعتي تقدر تختارها ببساطة وطبعا زي ما انت شايف حجمها صغير قوي هنا انت عاوز مكانها ظهورها هتبقى في المنطقة في تحت هنا كده وطبعا نتكبر الحجم بتاعها شوية نخليه 48 مسلا نشوف ايه اللي هيحصل لها لسه صغيرة برضو ما زادتش ما ما تفعلتش اصلا نضغط تاني نتكبر ازا ما احنا شايفين اه عشان تبقى في نفس الصفر نضبط ده زي ما انت عاوز ممكن تعمل شوية افكتس حلوة عشان تبايل لك برضو يعني فيه تأسير كده 3D ممكن تغيقى هتعدل في الستايل شوية استايل ظهورها ممكن تعمل shadow زي ما انت شايف كده نيجي نشوف نجرب تاني زي ما انت شايف كده انطره بسيط جدا ماخدش معايا اي وقت ممكن تعمله بالسهولة على البرنامج برضو عشان الناس تبقى فاهمها معايا انا بعمل ايه الفكرة كلها اللي انا لو عندي اي حاجة كتابة عندي صورة ال visual properties اللي انا اخترتها دي انا عاوز الصورة دي كده تصغر يبدأ الوضع الاولاني اللي انا عاوز هتتحرك منه خلص بقول بعد كده ايات animation عاوزها تصغر مفيش مشكلة صغرها السقم ده كده بيتحكم في مدة ظهور التأثير بتاعي يعني يا طرق هتصغر في قد ايه في ثانيتين في ثلاثة في اربعة في خمسة وبعد كده اخدها كده تدريج كده وهو ماشي زي ما انت شايف كده كده انها بتتسحب كده وفي خلاله هي بتتسحب كده ممكن انت تروح شايل الصورة خالص بقى وتروح حاطت فوقها حاجة تدريها تخبيها دي ممكن تعملها بسهولة طيب برضو عشان الناس برضو تبقى واضحة معايا برضو انا هعمل مثلا هاخد الصورة دي تاني كده يبقى فاهم انا بعمل ايه والناس اللي تابعت معايا برنامات كارتاستوديو فاهمة كويس انا بعمل ايه خليني مثلا عاوز الصورة دي كده هي موجودة مثلا فوق خليني عاوز انا نزلها تحت اعمل ايه هي دلوقتي موجودة هنا بروح ريها على وعمل وروح واخد الصورة كده من فوق ونزل بها تحت يا ترى انت عاوز الحركة من هنا الهنا تتم في وقتها ديه في ثلاث ثواني اضغط هنا كده زي ما انت شايف بحيس اللي انت لو عندك فكرة تانية تبدأ تتعامل بيها وتتحرك بيها طبعا الموضوع بسيط كله فوش اي حاجة مدام فهمت المبدأ ده تقدر تعمل اي حاجة ببساطة وتقدر تعمل انترو يكون كويس ومعقول بسهولة شديدة على برنامج كامتازيا استوديو اشتركوا في القناة